اهلا بحضراتكم من جديد خلينا نبتدي كلامنا النهاردة عن المنتخب الوطني الاول ووصوله لنص نهائي كاس العرب بعد التغلب على الاردن مبارح بنتيجة 3-1 وخلينا نقسم المباراة شوية المباراة الامس لان في الحقيقة الشيط الاول مصر ما جاتش يعني المنتخب ما رحش المباراة لغاية الدياء 40 كده كان ممكن منتخب الاردني بصراحة اللي عملوا مباراة كبيرة اوي لحد الدياء 40 في اول 40 دقيقة في المطر يقدروا يجيبوا جنينه 3 كمان عجون اللي جابوه سهل اوي لولو تقلق الشيناوي وبصراحة العرضة والقائم اللي انقذونا من هدف تاني كان ممكن يجي بنسخة كربونية من الهدف الاول اللي استقبلناه في ديئة 12 تقريبا لكن الاهم هو ان انت بداية من ديئة 40 قدرت ان انت تصطفيق وترجع بالشكل اللي انت كنت مفروض تبتدي عليه احنا ابتدينا بصيقة زيادة على اللزوم بكمان ايه استهتار نوعا ما بامكانيات المنتخب الاردني رغم انه هو منتخب محترم جدا لكن دايما الاسم يعني اسم كبير اسم منتخب مصر بطلاطهه كتير جدا منتخب الاردني طبعا اسم كبير جدا وشعب شقيق لكن في الكورة احنا تاريخنا اكبر فممكن تكون دي العوامل اللي اثرت علينا في الاول الجوني التعادل جي بتوقيت مميز جدا قبل ما الشيط الاول يخفص يعني ديها 45 تحديدا وكان فيه دقيقتين وقت بدل ضائع جيبت جوني التعادل عشان تزيي الشوطي التاني بالثقة المطلوبة لا ما تكونش زيادة على اللزوم بس اللي هي تديك ايه دفع معنوية خلال الشوطي التاني مع بداية الشوطي التاني حسين فصل ضائع القرى ما تضيعش طبعا جوه الستة الجوه الستة ده جوه الجون يعني لكن ما كانش موفق خالص انه نلمس القرى وتخش جول وقدرنا في الاخر بعد ما وصلنا الاكسرا تايم احمد ريفعت نزل غير المطشب تمريرا من محمد شريف بشكل مميز جدا ومرور رائع وعمل كمان احمد ريفعت الجوني التالت لمروان ضاود الظاهير الايصر لمنتخبنا الوطني مبارح كان بيلعب ظاهير ايمن يعني لكن هو اصلا بيلعب في انبي ظاهير الايصر وبص بقى على حالة اللاعب ده اولا هو بكه بعد الجون ببساطة ليه؟ لانه السنة اللي فاتت يعني بلاش نقول السنة اللي فاتت من كم شهر بس كان لاعب في نادي الشمس في الدرجة التانية وبعد كده انبي خدوه مش بس راح انبي لا ده كمان لعب في المنتخب مش بس لعب في المنتخب لا كمان جاب جون سبحان الله يعني فأكيد اكتهد وأكيد الشغل على نفسه عشان يوصل للمرحلة دي فطبعا حاجة جميلة المجمد فوز مهم من الجانب المعنوي من جانب كمان بعض الترتيبات والوقوف على مستوى بعض اللعبين من خلال مستر كارلوس كيروش الجريء جدا المميز قوي 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 حتى لو خسر البطولة لأن احنا في مرحلة تجربة وهي المرحلة الأخيرة في وجهة نظري ووجهة نظر الجميع ما فيش تجارب بعد كده فكون ان الراجل ده يعمل قاعدة ممتلئة باللعبين المميزين اللي تقدر ان انت تستفاد بهم في بعض المراحل على حسب الظروف المختلفة الممكن تتعرض لها فدي حاجة ايجابية تحسب له تعال كده فكر معايا لو كان مدير فني مصري مع كامل احترام ومتقدير لكل مدربين المميزين جدا في مصر قوي 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 يعني لكن عمر ما اي مدرب مصري كان هيبقى عنده الجرأة ان هو يستدعي هذا الكم من اللعبين اللي الاول مرة بيشاركوا مع المنتخب اللي هما مش مصدقين نفسهم ان هما موجودين في المنتخب فدي حاجة تحسب لمستر كارلوس كيروش في الحقيقة وجت بنتائج ايجابية كبيرة جدا مش بقول ان كل الموجودين دول حيبقوا فضلوا طبعا موجودين مع المنتخب لا بس في نفس الوقت لما تجيب المحترفين مع العناصر الاساسية مع كامل من ده لو لا قدروا لاحد ده حصلوا حاجة عندك ناس لعبت مع المنتخب قبل كده تقدر تلجأ لها تقدر تستخدمها في اوقات مختلفة فبصراحة الواحد سعيد جدا بالتجربة دي الواحد سعيد جدا بشكل منتخب مصر الروح اللي كانت في مطش الجزائر وفي الشوت التاني او بداية الشوت التاني مطش الأردن انبارح حتى انتهاء المبراب اوقاتها الإضافية هي دي الروح المطلوبة واللي احنا دايما نفسينا نشوف عليها منتخبنا الوطني هي دي الروح المنزل